مرحبا بكم في بودكاست توني فرانسيس مرحبا اسمي توني فرانسيس واليوم المشاركة عنوانة رائع جدا وكتير محمس نبلش سوا من هيد الكراءة من الكتاب المقدس لانه هيدا من اهم الموضيع دحية كل مؤمن بالرب يسوع وعنوان المشاركة هي عظمة الروح القدس الكراءة هي من العهد الجديد برسالة كورنتوس التانية واحد كورنتوس لصحاحة التانية يعني رسالة كورنتوس الاولى لصحاحة التانية فرحان انه الرابعة تانية هيدا العنوان وهيدا الرسالة هيدا المطرح يلي رح نقرأ سوا انا وانت وانت بتحبوا هلا تكونوا عم تجيبوا الكتاب المقدس وتفتحوا على واحد كورنتوس اتنين لنكون عم نقرأ مع بعض هيدا الاعلانات يلي رح بتعرفنا على عظمة الروح القدس يلي هو فيك وفيك وفيي وهيك قبل ما كن عم بلش عم نقرأ مع الرب هيدا الاصحاح بس بدي اقول شكر للرب انه بدون الروح القدس انا ما قدرت كملت بعلاقتي مع يسوع لليوم بعد سنين طويلة الحياة مع يسوع مستحيلة بدون الروح القدس كرامل هاك هو بعطلنا ياه ما في مؤمن بين هلالين اسمه مسيحي وبيدعي ان هو بعلاقه مع يسوع بس ما بيعرف الروح القدس والروح القدس ما انه ساكن فيه ما حدا ما في مؤمن بيقدر يكمل مع يسوع بدون الروح القدس فشكر للرب انه من اول ايماني عرفني على الروح القدس لو كنوم التالت بالسلوس يلي عم بيخلي علاقتي بالرب نارية وحميمة وعم بيخدني من قوة لقوة ومن مجد لمجد ومن غمر الى غمر فضروري تتعرف وتتعرفي واتعرف حتى انا لانه ما خلص الاعلان عن الروح القدس من سنين كل لحظة بدي اعرفه وكون بشاركة معه مثل ما بولوس قال محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشاركة الروح القدس بنركز بقى على محبة الله وهي العظيمة وهي الاهم ونعمة الابن يسوع يلي مات كرمالنا اليه كل نعمة يلي بالنعمة خلصنا بس ننسى انه هاي المحبة تبع الله الاب وهي دي النعمة تبع يسوع المسيح ما منقدر ننالها ونستقبلها بدون الشاركة مع الروح القدس فرب عطانا روح القدس بعد ما ارتفع للسموات بعد ما عمن بين الاموات وارتفع واخدوا من الله القدس بمعنى بيأذن القدس السماوي وبسلطان القدس وبباركة القدس اطلق لقلنا شخص الروح القدس لانه هو مثل يسوع وهو روح يسوع بيقول الكتاب المقدس عنه فرح نكون عم نقرأ مع بعض اليوم واحد كورينتوس اتنين وبعرف انه الرب مش بالصدفة جذبك وجذبك لهيدا البودكاست لهيدا المشاركة وبتأمل تكونوا عم بتشاركوه مع مع عرفكن يتباركوا كمانا منا بآمن وبصلي وعندي ايمان انه علاقتك مع الروح القدس وعلاقتك مع الروح القدس رح تفوت على مستويات كتير جديدة لانه كتار منكن كانوا عم بيصلوا لتزدادوا بعلاقتكن مع الروح القدس وهيدا البودكاست رح يشتغل لهيدا الغرض رح يخدم صلاتكن وهو يمكن استجابة لصلاة كتار هاليلويا الاية الاولى من واحد كورينتوس اتنين قال فحين جئتكم ايها الاخوة بولوس عم بيحكي فحين جئتكم ايها الاخوة لم ااتي مذيعا عليكم سر الله بكلام البلاغة او بالحكمة البشرية فانني صممتوا لا اعرف شيئا وانا بينكم الا يسوع المسيح وموته على الصليب فجئتكم في ضعف وخوف وارتعاب شديدا ولم اقدم كلامي ورسالتي بكلمات مقنعة من الحكمة البشرية بل ببرهان الروح وقوته يعني منلاحظ هون اذا فيش شايفه بولوس مهم بتعطيه مع الكنيس بوقته هو انه مش يجي يحكي معهم بكلام الحكمة مع انه عنده من الحكمة نهر عنده من الحكمة كتير بس بيعرف انه مش هايدي الحكمة والفلسفة تابعه وفهمه للاشياء وقدرته على الاقناع هي اللي رح بتخلق مؤمنين وهي اللي رح تخلق ايمان بقلب هود الاشخاص كان عارف انه لازم يجيون ببرهان الروح وقوته وهذا قلب الرب يتعامل مع كنيسه كله ببرهان الروح وقوته واو هدا اللي عم بقوله بولوس قلب الرب انه كنيسه مش تقعد تحت رسل عندهن حكمة بشارية واقناع واو ادرى على فن الخطاب او الخطابة ما بعفشو الكلمة انه عندهن هيك ادرى على الاسبيتش يعني يحكو بطريقة منمأة حتى روحية يعني مهنين عم بيعلموا الانجيل بس ما في قوة للروح القدس ما انه حاضر القلوب ما عم تتغير ما عم بيكون في اظهارات للمجد فبولوس كان عارف انه انه الاساس هو يجي ببرهان الروح وقوته هدا قلب الرب لكل الكنيس بتقول لي توني هيدا يمكن نوع معين بالكنيس انه الرب بده هيدا الطايفة تتعرض لبرهان الروح وقوته بس نحنا انه ما تعودنا انه يكون في الروح القدس باجتماعاتنا ويكون في برهان الروح برهان يعني اشي بدنا نشوفها متل لما الرسل امتلقوا بالروح القدس قال الناس شافتهم شافتهم سكرانين يعني في شي عم بيصير معهم بس بطرس قالهم هيدا هو انسكة بالروح يلي تنبع عنه يقيل فالروح القدس بيبين هو شخصه ما بيبين بس تعامله وحضوره بيبين يعني الشخص المليين بالروح بده يبين الناس بده تشوف فيه ناس رح تفهم انه اللي عم بيصير اختبار روحي وناس ما رح تقدر تفسر انه هيدا اختبار روحي رح تقول بلغتها وبجهلة ولانها بالجسد وبعد ما بتعرف ما عندها اللانجاج الروحي رح بتقول هيدا سكران او غريب الاطوار بس المهم الناس بده تشوف علامات حدا ممتلئ بالروح القدس مستحيل حدا يكون مليين بالروح القدس والناس ما تقدر تشوف وتسمع لانه شافوهم مثل السكرانين مترنحين فرحانين وجوههم مضوية ومش بس هيك سمعوهم عم بيحكوا بألسنة غريبة فعالمات حضور الروح القدس وبرهان الرحوة قوته من اسمها برهان الروح يعني هالقد واضحة برهان الروح وقوته كلمة برهان قبل ما اكمل الكراءة معكم كلمة برهان الروح وقوته بتذكرني لما يصع الام من بين الاموات ولاربعين يوم كان عم بيكلم تلميزه الرسل وعم بيعلن لون انه حي ان هو حي شو كيف ببرهان قاطعة يسوع المسيح القائم من بين الاموات ظهر لتلميزه ظهر للرسل وكان عم بيحدسن عن الملكوت بالروح القدس وكان عم بيعلن لون انه حي ببرهين قاطعة وقلب الرب ما تغير انه يتعاطى مع كنيسته ومع الناس اللي برات الكنيسة يعني بعد ما صاروا اتباع للمسيح وعرفوا الخلاص طبعه قلب الرب مع اللي بالكنيسة وبرات الكنيسة انه يتقابلوا مع الرب ببرهان الروح وقوته انه يسوع حي وقام من بين الاموات بتذكر انا اكتر من 15 سنة انا ولدت مسيحي بس ما كنت بعرف يسوع كنت اعمل واجباتي مش لانه كنت بعملها بس انه كنت حب الرب بس في شي نائس كان كان في شي نائس ما كنت بعرف عن يسوع سامي عنه بس كنت عايش حياة الهزيمة وكنت عايش بالخطية لحد ما هونيك نهار مبارك جدا كان مدون على اجندة الاب السماء ولا قلي انه اتعرف على شخص يفرجيني برهان الروح وقوته واو تذكر هيدا الشخص يلي هو ما بيعرفني كنت انا اول مرة عم بزوره كنت عم تحكيني اشياء شعلاني بسلطان الرب ولا مرة سمعت حدا عم بيحكي عن يسوع هاك جرقته حسستني انه الرب حي هي اول شغلة اتنين حكيتني شغلة خاصة عن حياتي ما حدا بيعرفه دهاشتني وعرفت انه يسوع حي يسوعي منه حي ومن وقت اتعرفت انه انا محتاج لبرهان الروح وقوته وبوقت يسوع اظهر لي انه حي ودخلت على الملكوت وامتلات بالروح القدس وانا اليوم الرب عم يستخدمني كمان لاحكيك ببرهان الروح وقوته لان الرب بيكره التدين لان التدين بيعلن يسوع الميت اما لمليانين بالروح القدس بيعلنوا يسوع الحي فقلب الرب انه يعلن ذاته او عن ذاته انه قائم حي متل ما بولوصون قال قال مش جاي احكيكم بكلام الحكم البشرية واقناعكم جاي فرجيكم جاي فرجيكم برهان الروح وقوته هايدي هي العلاقة مع الروح القدس لايه خمسة ليش يا بولوص جيت لعند كليسي تكورنتوس لتفرجيهم برهان الروح وقوته قال لي وذلك لكي لا يعتمد ايمانكم على حكمة البشر بل على قوة الله اذا ايمانك خي اذا ايمانك اخت مبنى على حكمة البشر ما رح بدوم بدو يتزعزع ما رح بتكمل ما رح بتكمل عند حيالة ديئة وتعب هايدي الحكمة البشرية رح تفرط وهي من اساسها فارطة بس شكلها صخرة قوية بسي اذا بتضربها فارطة من جوا قال ذلك لكي لا يعتمد ايمانكم على حكمة البشر بل على قوة الله رب بدو انه ايمانك يكون مبنى على اختبار بدو الرب انه ايمانك يكون مبنى على قوة الله الحي القائم من بين الاموات مش على حكمة وفلسفة وتعاليم تطرب الدينان وحلوة وانعنى رب ما بدو مقتنعين بدو مؤمنين وانا بصلي باسم يسوع بهيدا الوقت لقالك ولقالك اذا ايمانك مبني على حكمة ناس حكمة بشر انه انه رب يتعامل معك ويتعامل معك ومن هلأ ارايح ايمانك وايمانك يكون مبني على قوة الله لقية ستة يعلن كلامنا حكمة بين الناضجين لكنها ليست حكمة هذا العالم ولا هي من حكام هذا العالم الزائلين لكننا ينه اللي عم بيقوله ببساطة بولوصون انه احنا عم نحكي بكلام الحكمة بس هدا مش كلام الحكمة البشرية لانه حكمة الله هي قوة الله فيعلن كلامنا حكمة بين الناضجين يعني الناضجين روحيا بيفهموا حكمة الله وهي حكمة ليست من هذا العالم ولا هي من حكام هذا العالم الزائلين لكننا نتكلم عن سر حكمة الله التي كانت مخفية عن الناس لكن الله حددها مسبقا قبل بدء الزمان من أجل مجدنا وهي حكمة لم يعرفها أي من حكام هذا العالم فلو عرفوها لما صلبوا رب المجد أو الرب المجيد لكن كما يقول الكتاب ما لم تبصره عين ولا سمعت به أذن ولا تخيله فكر بشر ما أعده الله للذين يحبونه كلنا مناخد هاي الآية ومنعلن ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال بشر أعدوا الله للذين يحبونه أمين وهي من أجمل الصلوات والإعلانات أنك تاخد هاي الآية وتاخد هاي الآية وتصلي على حياتك لأنه الرب قلبه يعمل هيك الرب قلبه يفرجيك إشيه مش شيفة ويسمعك إشيه منك سمعها وتختبر وتعرف أسرار الملكوت هيدا قلبه بس سياء هاي الآية بيجي دغري بعد مع بولوس كان عم بيحكي عن حكمة الله يلي يلي رتبه قبل تأسيس العالم لقلك ولقلك ولقلي هي أنه يسوع المسيح رب المجد ينصلب هيدا هو اللي ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بالبشر لقعدوا الله للذين يحبونه لش مين كان متخيل أنه يوما ما الله رح يتجسد مين كان متخيل أنه رح يسمع يوما ما بهيدا الإنجيل أنه الله تجسد عظيم سر التكوى الله ظهر للبشر ومين كان متخيل يقدر يفهم هيدا الحقيقة هيدا اللي أعده الله لقلك ولقلك ولكل واحد أنت بتعرف وأنت بتعرفيه أعد خطة الخلاص بالرب يسوع المسيح رب المجد والرب بده إياك تشوف هيدا الحقيقة ما لم تبصره عين أعده الله لقلك ما لم تبصره عين أعده الله لقلك الرب بده يفرجيك يسوع المسلوب الرب بده يفرجيك يسوع المسلوب الرب بده يسمعك ويفهمك رب المجد اللي انصلب من أجلك هيدا السر العظيم والرب بده يفهمك إليك كمان إختي هاي هي معنات ما لم تبصره عين ولم تسمع به أذن ولا تخيله فكر بشر ما أعده الله للذين يحبونه ونكمل لأي عشرة لكن الله أعلنه لنا بالروح الكدس أنا كيف عرفت اليوم كتوني أنه يسوع تجسد ومات وقام وراجع بالروح الكدس اليوم أنا بعرفها حقيقة جواتي حقيقة مثل ما بعرف أنه الشمس بكرة رح تشرق بعرفها مثل ما بعرف أنه اسمي توني بعرف أنه الرب مات وقام وراجع الله أعلنه لنا بالروح الكدس بتقول لأي عشرة عن هيدا السر خلينا بليس بي كونتكست اللي عم نقرأه ما نشق في الأيات ونقص قصة عم بيحكي بولوس عن يسوع المسلوب الرب حضر هيدا الحكمة لقلك ولقلك أنك تعرفها أنك تعرفها بالروح الكدس كل حدا سمعني شو بتقول لك سمعين شو بتقول لك كل حدا سامع أنه يسوع مات وقام وراجع بس مش معلني لقلو بالروح الكدس ما بنية معرفته على حكمة بشرية على فلسفة حدا لهو تحكي عن الموضوع بس ما أعلنت بالروح الكدس ما رح تدخل لهيدا المجد ما رح تبقى جواتك وتتجزر وتصير حياة بقلبك وبقلبك فعم تتخيلوا لو رب المجد بس مات على الصليب وقام وراجع بس ما عرفنا بهيدا الموضوع بالروح الكدس كنا أشقى الناس شو النفع كتير مرات اللي بدي قيل لك كتير بيفرجيني عظمة الروح الكدس شو النفع مع أنه مع أنه عظمة صليب يسوع وخطة خلاصه قديش عظيمة وهي الأعظم بالحياة بكل الأجيال لآخر الدهور هيد العظمة أنه يسوع انصلب من أجلك ومن أجلك ومن أجلي ومن أجل الكل هو أهم من بين الأموات وراجع عم تتخيلوا لو رب ما بعت الروح الكدس وكشف لنا هيدا الشي اللي صار من أكتر من ألفين سنة كان كل شي ضاع عليك وعليك وعلي لو ما الروح الكدس إجا وأعلن هيدا الحقيقة للقلوب وبتقلي تقدر تعيش من دون الروح الكدس بتقولي لي فيك تعيش من دون الروح الكدس بتقلي كنيستك فيها تعيش من دون الروح الكدس ما الروح الكدس هو اللي بيخبر عن يسوع وبيمجد يسوع قال متى أتى ذاك يمجدني بيخبركن عني بيذكركن بأمور أنا قلت لقلكن كنيستك يلي أنت يسوع أساسة وبالسانتر بس الروح الكدس منه فيها مين عم بيخبر عنه كيف عم تعلن للقلوب للناس اللي عم تسمعك أنت الراعي اللي عم توعز عن يسوع إذا الروح الكدس منه هونيك منه معك منه أساس خدمتك وتذكروا أنه الروح الكدس هو أساس بداية الكنيسة ونهايتها لما يرجع يسوع كيف منك بيشاركي مع الروح الكدس لكنه الوعزة اللي عم تحكيه ما عم بيفوت بالقلوب عم تضيع وقتك خي الواعز أخت الواعزة إذا عم تحكي أجمل الوعزات والروح الكدس منه بالوسط ما رح يعلن يسوع للقلوب بلا طعمه كلامك رح يسقط على الأرض فهوني عم بقول بولوس هالكلمات لكن الله أعلنه لنا بالروح الكدس أعلن يسوع لنا بالروح الكدس فالروح يكشف كل شيء حتى أعماك الله بدك تعرف الله الروح بيكشف لك كل شيء حتى أعماك الله بدك تعرف يسوع بدك الروح الكدس خي بديك تعرفي يسوع بديك الروح القدس لك عم نقرأ مع بعض فالروح يكشف كل شيء حتى أعماق الله الروح القدس يلي هو الرب الأقنوم الثالث بالسلوس هو يلي بيكشف أعماق الله لقلك ولقلك ولقلي ما بيقدر حدا يعرف يسوع بدون الروح القدس لكوش هالترتيب الحلو بالسلوس ما في منافسة في ترتيب يسوع اللي كان بيحضن القاب الجاء وأخبارنا عن القاب يسوع هو ضياء مجد القاب يسوع بيخبرك عن القاب إذا شفتوني يسوع قال شفتوا القاب من رأاني رأى القاب فإذا يسوع بيفرجيك القاب يسوع اللي بعت لك الروح القدس هو لأن الروح القدس بيفرجيك يسوع روح القدس بيفرجيك يسوع يلي بيدوره يسوع بيفرجيك القاب السماوي نكمل إيه 11 بعد فيه كم أيوم نخلص فلا أحد يعرف أفكار الإنسان إلا روح الإنسان التي فيه كذلك لا أحد يعرف أفكار الله إلا روح الله لكننا لم ننال روح العالم بل الروح الذي يأتي من الله لكي نعرف الأشياء التي وهبنا إياها الله كم مرة كنت عم تبكي خي وكنت عم تبكي أختي عم بتقول وعم بتقولي بس لو بعرف الله شو عم بيفكر بهيدا الوقت بس لو بعرف شو فيه بفكر الله لألي بهيدا القرار يلي بدي أخده وهون عم بيفرجيك الرب هيدا القاية الرائعة قال الروح الأدس بيفرجيك وبيعلن لك أفكار الله لحياتك ولحياتك منك محتاج ومنك محتاجة تسلكوا كالجهال اللي عم بيتخبطوا بقوضة مظلمة مع أنه النور معن الروح الأدس بيقدر يطلعك على مشيئة الله لحياتك الروح الأدس بيقدر يطلعك على مشيئة الله لحياتك بكل قرار وبكل خطوة قال الروح الأدس بيكشف أفكار الله لألنا حتى نعرف الأشياء التي وهبنا إياها الله واو إذا بدي لك شي بدي لك شي إذا منك بيعليقة مع الروح الأدس إذا منك بيشاركي مع الروح الأدس الإشياء اللي وهبك الله إياها مع أنه وهبك إياها بس إذا روح الأدس ما أنه معك وعم بيطلعك عليها ويكشف لك إياها رح بتضيع عليك كلها يا خسارة ما تخلي ما تخلي ميراث الله اللي عطاك بالمسيح يسوي اللي هو غني جدا يضيع عليك بس لأنه منك بعلاقة مع الروح اللي بيكشف لك هيدا الميراث والروح الأدس كيف بيكشف لك هيدا الميراث من خلال الكتاب المعدس لما بتفتح الكتاب المعدس روح الأدس معك ليقلك هيدا الموهب لإلك هيدا البرك لإلك هيدا الشفاء ملكك الشفاء خبز البنين لما بتقراها بس روح الأدس عم بيضويلك عليها ساعتها بتقول مظبوط هاي موهوبة لإلبي يسوع ساعتها بتعرف تمتلكها كم وكم من اللهوتيين أو الناس العادية يلي ما عندن عليها معراب قريو أو أرو الشفاء خبز البنين وما كانوا قادرين يصدقوها وعبروا عنها لأنه روح الأدس ما كان معن ليقلن هيدا الكلمات ليقلن هيدا لإلك هيدا الشفاء لإلك وهيدا الشفاء لإلك أم راحة هيدا الموهبة أو راحة هيدا البركة عليهم إذا بتقرأ الكتاب المعدس بدون الروح الأدس واحد ما راح تعرف الأمور الموهوبة من الله لإلك اثنين ما راح تعرف تمتلكها لأنه بتمتلكها بقوة روح الأدس بتعرفها بالروح الأدس وبتمتلكها بقوة روح الأدس في كتير مرات بيكشفنا الروح شي بس منحاول نعمل بقوتنا الجسدية شي لا منبلش بالروح ومنكمل بالجسد الروح بيكشف لك الأمور الموهوبة من الله لإلك والروح نفسه بيعطيك القوة تمتلكها لأنه لا بالقوة ولا بالقدرة بل بالروح الأدس خليك مع الروح كل الوقت من البداية للنهاية لقية 13 صلي لهون لحد هيدا الأيات تكون حسيت بعظمة الروح الأدس وتقرر من اليوم خيه تقرر من اليوم أختي أنه بدي يفوت بصداقة وعليقة ما بتفهم مع الروح الأدس لقية 13 وهي الأشياء التي نتكلم بها ولم نتعلمها من بشر وإنما هي كلمات يعلمها لنا الروح القدس فنفسر الحقائق الروحية بكلمات روحية لقية 14 فالشخص الذي ليس فيه روح الله سمع كثير مني حلقية فالشخص الذي ليس فيه روح الله لا يقبل الحقائق التي يعلنها روح الله لأنه يعتبرها حماقة ولا يستطيع أن يفهمها لأنها تقاس بمقياس روحي وهي اللي قلت لك يابني شوي كثير أمور موهوبة من الله لقلون بس الروح الأدس ما كان معون وما كان فيون وأطعوا عنا وما تبيركوا وما اغتانوا هل أنت مليان بالروح الأدس؟ هل أنت مليانة بالروح الأدس؟ لاي 15 أما الشخص الروحي فيستطيع الشخص الروحي يعني هو اللي فيه الروح الأدس لأن الأية اللي قبلها عم نقرأ كنا أنه الشخص الذي ليس فيه روح الله فهون عم بيقول أما الشخص الروحي يعني الشخص اللي فيه الروح الأدس لأنه بطارح تاني برسائل تاني كلمة الشخص الروحي بتعني الشخص النادج روحيا بس هون أما الشخص الروحي هو الشخص المليان بالروح الأدسي اللي عنده علاءة مع روح الأدسي أما الشخص الروحي فيستطيع أن يقيس كل الأمور أي أمور كل الأمور الروحية لكن لا يمكن للآخرين أن يقيسوه يعني مش حيفهم عليه فكما هو مكتوب من ذا الذي يعرف فكرة الرب من يستطيع أن يعلم الرب هرجعت لك ياها من ذا الذي يعرف فكرة الرب من هو هذا اللي بيعرف فكرة الرب من يستطيع أن يعلم الرب أما نحن فلنا فكرة المسيح الشخص الروحي اللي فيه الروح الأدس بيعرف فكرة الرب وبيقدر يتعلم من الرب أنت أزامليان بالروح وأنت أزاملياني بالروح الأدس فيك تعلن اليوم أما أنا فليه فكرة المسيح لأن الروح الأدس هو دماغ المسيح هو فكرة المسيح و هو فيك وفيك أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر